السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت موقع صيني لكن هو صراحة خطير جدا. مجرب بتديله البروميت. انا جربت تديته عربي وانجليزي واي لغة تانية بيقبلها عاديا في شئ ما شكل خالص. وممكن تديله صورة. هو حوالك الصورة دي لفيديو. كل عليك ان انت تكتب اللي انت عايزه. وبعد كده تبدأ تشوف بقى حركة الكاميرا تبقى عاملة ازاي. وممكن تديف نيجاتيف بروميت. نيجاتيف بروميت يعني حاجة مش عايز تبقى موجودة في الصورة. يعني هسأل لي مثلا انا طابت منه في الصورة وعملها لي لكن انا حسيت ان فيه غلط. فبقول له شلي الحاجة دي. ممكن تكتب له كده انا مش عايز مثلا اه شخص معين او مش عايز مثلا الصورة المعينة او حاجة حاسس انها مش مناسبة الصورة. تمام? ففي ثواني بيعمل لي الصورة دي. تعال نشوف حاجات. هو عملها لي وبيعمل خمس ثواني. تمام? دي شفناها. ديت. اه. في حاجات خاصة مثلا اه. اه. جربت العربي والانجليز شغال كويس. دي انا قلت له خلي حدي بيدعي. جنب الامر. اه. دي زي لاب في المستقبل. انا مجرب بس بكتب له كلمات بسيطة وهو بقى ايه? بينطلق ويعمل الفيديو كله. انا قلت له بقى عد وريني كده محطة فضاء في الامر وكده فبدأ ان هو يعملها بالشكل دوت. انت ممكن تعمل فيلم كامل ساعتين تلاتة بالتكنولوجيا ديت. هو عملك الفيديو ممكن من خلال كوكت نبدأ نركب السور ونركب الفيديوهات والحاجات دي كلها. قلت له هاتلبانده بيلعب بقنافو كده جنب الاهرامات. طب نخليه جنب الاهرامات بقى ايه? ييلعب شطرنج ويشرب قهوة. طيب خليه يعزف حاجة. بيلعب كرة. دي بيعزف بيانه. في السواني بيعمل حاجة وبيعملها بشكل احترافي. هوريني القطة كده. تبوريني يا ناس في غزة كده مبسوطة. بسبب النصر ان شاء الله. بيبدأ يحرق كل الجوع. عندنا كم واجهة? ان شاء الله واحدين تلاتة اربعة خمسة سبعة تمانية وتسع عشرة. بيخليهم كلهم يبتسموا كلهم يتحرقوا بحاجات جميلة. طيب. هنا سود ماشي في شوارع مصر. ممكن ترفع صورتك الشخصية وتقول له مثلا خليها تبتسم تدحك وهكذا. دي افكار بس كده تقدر ان انت ايه تطور فيها. طب خليلي كان في قطة بتلعب مع فرين. طب وريني شكل هرب مسلا يعني. ما فيش حاجة تمنعك من التخيل وان انت تعمل حاجة متميزة وجديدة. دي سمارت سيتي. ده بالنسبة لي انا بالنسبة لي لازم تكون حاجة انسانية اكتر. طبعا يعني العجل مفروض يبقى ليه مسارات مخصصة عن العربيات لكن نحن مش ندخل ازا كالي سمعت في نوع صمم الحاجات يعني. جرب كده وان شاء الله عجبك.